السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير لو اول مرة تشوفي قناتي انا شيرين ويشرفني ان دومومك فيها وشير ولايك النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بانكيك حلوة قوي وحلوة قوي للاولاد يلا نشوف المقادير كبايتين من الدقيق كباية لبن بطين وعليهم رشة فانيليا ربع معلقة ملح وربع كباية سامنة ونصف معلقة بيكينج سودا ومعلقة ونصف بيكينج باودر وثلاث معالق سكر هجيب البولة بتاعتي واول حاجة هحطها البيض وهنزل بالثلاث معالق سكر وياريت يكون سكر باودر وهنقلبهم كويس قوي 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 وهحط كل المكونات الجافة على بعض الدقيق والبيكينج باودر وكل حاجة هنزل بالبيض على باللبن على البيض عفوا وهحط كمان نصف كباية سامنة سامنة دايبة وهقلب كويس قوي وبعدين هبتدي انخل الدقيق انا بنخل الدقيق عشان لو فيه اي تكتلات تفك معي في المنخل اللي انا بعمله دوت بس هو يعني ما فوش حاجات كتير يعني خالص بس وهبتدي بقى اقلب تقليب كويس قوي انا مش محتاجة مضرب ولا محتاجة اه عجان ولا اي حاجة بقى بضرب يدوي كده زي ما انتم شايفين ايدي دي شوية وايدي دي شوية لحد ما حس ان الخليط تجانس تماما وبقى ناعم اه قوام الخليط اقول لكم اعمل زي ايه عامل زي اه عارفين قوام بتاع دقيق بتاع القرنبيت اهو زي كده بالزبط تخينة ولا تخين اوي ولا سايب قوام متوسط ولوم مشيتوا علماء الدير دي هيبقى مظبوط جدا هاجيب التاسة بتاعتي تاسة صغيرة مش كبيرة. مش هحط فيها اي مادة دهنية تماما. وهجيب معلقة او بولت ايس كريم. وهبتدي احط معلقة معلقة. وهحركه شوية كده عشان يديني شكل دائري. وهسيبه يستوي. بص هو ابتدى يطلع الفقاعات بتاعته. وهعرف منين ان هو سوا. هيبقى من الجوانب كده ابتدى يستوي شوية هعرف ان انا اقدر احط الاسبراتولا بتاعتي. واقلبه على الناحية التانية. اهي. كده زي ما انتم شايفين. لو حطيتي مادة دهنية هيبتدي البانكيك يتحرق. او كده مش محروق يعني هيبتدي يتحرق. السمنة هتستوي وبعد كده هتبتدي تحطي تاني بانكيك هتستوي تاني وتبتدي اللبن اللي في السمنة يتحرق او الزبدة. فانا ما بحطش اي مادة دهنية بخلي بس النور بتاعتي نور متوسطة. وبسويه كله على نفس الشكل كده. بقلبها شوية. عشان تديني بس شكل دائري يعني مش اكتر. بصوا انا جي تقلبها هي لسه ما مش هتتقلب لما تيجي تقلبها هي لسه ما استويتش مش هتتقلب معاكي. هتفضل مسكة في الطوزة ومش هتتقلب. انا هستنى زي ما انتو شايفين كده الجواني ببتدي تعمل فرح قلبها كده بالزرط. حجم البانكيك دوت حرية شخصية ليكي. عايزة تخليه في الحجم. هو دوت الحجم الستاندرد اللي هو المناسب للبانكيك. عايزة تصغريه شوية تعمليه ميني مفيش مشكلة عايزة تقبلها شوية مفيش مشكلة بس هو ده الحجم المناسب لها. عندي كمان حاجة عاوزة اقولها لكم ان ينفع وانتي بتعمل البانكيك لو عايزة تحطي يعني مثلا اول ما نصبه كده لو عايزة تحطي فاكهة مفيش مشكلة بس فاكهة ما تكونش ناشفة يعني مثلا لو عنديك بلوبري او اللي هو التوت الازق او التوت الاحمر او اه فراولة حاجة طرية كده ميش اوكي مفيش مشكلة ممكن تحطيها. بس انا اكتفيت ان انا اعمل وسادة عشان انا هحط اه هحط من على الوش الفاكهة اللي عندي. انا حبيت اوريكو انا هنا بساويه ازاي. اه طبعا بحطه في الطوصة زي ما احنا ايه عرفنا خلاص. بجيب بقى على البتجاز كده زي ما انتو شايفين شبكة اه سلك مفرغة عشان احط عليها البانكيك اول ما تستوي طب ليه انا بعمل لحركة دي عشان لو حطيته على طبق عادي مسطح بانكيك هيعرق من تحت وتحس ان هو ملزق كده عامل زي معجن هو مش بيبقى معجن بس انا مش بحب التلزيق دي انما لما هحطه على الشبكة السلك دي هيبقى مهوي من فوق ومن تحت وهيبقى حلو قوي شايفين كده من غير ولا اي دهون في الطوصة عايز اقول لك انا قبل كده جربت عملته بالدهون ما نفعش تماما وبقت الزبدة تتحرق وتحرق البانكيك وما كانش حلو خالص فهي دي احسن طريقة ان انا ما حطش اي دهون اه وبصوا مستوي من الناحيتين وحلو قوي عايزة كمان اقول لكم على حاجة تانية لو انتي اول مرة تعمليه ومش عارفة اه التوقيت بتاع السوة من فوق ومن تحت احنا عرفنا من تحت ان هو لما هي هيستوي من الجوانب هيفصل معي وهقلمو على الناحية التانية طيب الناحية التانية دي انا اعرف من ان هي استويت هنستنى مثلا حوالي دقيقة اقل من دقيقة وفي نص البانكيك هبتدي احط صباعي كده احسه بصباعي هو معجن ولا لأ يعني مش معجن لا هو مستوي ولا لأ انا هعرف من من صباعي كده وانا بحس على البانكيك دي بالنسبة للناس اللي اول مرة تعمله انما الناس اللي عملويته قبل كده اوكي هما بيعرفوا يا كده انا قلبتها لو عايزة تخلي التسوية بتاعته اقل من كده شوية مفيش مشكلة بس تتأكدي انه هو استوى كده بس تيبه على الناحية دي حوالي تلاتين ثانية النار متوسطة ومش قوية وزي ما قلتلكو عشان اعرف ان الناحية التانية برضو استود هحسه كده بالزبط لو عملته بصباعي ونزلت ما طلقتش بقى لسه مستويش بس وخلاص كده وهروح ازينه بعسل نحي واي فكهة عندك بقى انا حطيت عينب وفراولة لو عندك توت ممكن تحطي لو عندك اي حاجة متوفرة للولاد تفاح ممكن تحطي اي حاجة الولاد بتحبها هنحطها زي ما انتو شايفين جماله وجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم اشتركوا في القناة